مزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيدة إن المشاورات المصرية الأمريكية مستمرة لإحتواء أزمة قطاع غزة والعمل على وقف حرب وإنفاذ المساعدات الإنسانية كما أضاف المتحدث الرسمي أن شكري أكد على مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة وتأثير ذلك على أمن وسلامة شعوبها قالت مديرة الوكالة الأمريكية لتنمية دولية سامانتا باور إن سكان قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعا نتيجة نقص الحاد في الغذاء والمساعدات الإنسانية مشيرة إلى أن المجاعة تحدث بالفعل في قطاع غزة وأوضحت باور أن قطاع غزة يحتاج إلى دخال ما يزيد على 500 شاحنة من المساعدات يوميا لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع المحاصر وأكدت أن معدل السوء التغذية بين أطفال شمال غزة قبل 7 أكتوبر كان صفر تقريبا والآن طفل من كل ثلاثة أطفال يعاني منه مشيرة إلى أن الوكالة الأمريكية لا تستطيع تقدير عدد الأطفال للمعرضين لخطر الموت بسبب سوء التغذية حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاوة من أن التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي في غزة وصل إلى مرحلة حادة خاصة في شمال القطاع الذي يشهد مجاعة تحققت غالبية شواهدها يأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار الخانق على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع والظروف الإنسانية والصحية لأكثر من مليوني نازح فلسطينية ووصلت إلى مرحلة كارثية لم يسبق لها مثيل مع استمرار الأدوان الإسرائيلي والحصار الخانق على قطاع غزة تثقمت الأوضاع والظروف الإنسانية والصحية لأكثر من مليوني نازح فلسطينية ووصلت إلى مرحلة كارثية لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث ونتيجة لطول أمد الحرب ومن واستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لقوافل المساعدات بات أهالي القطاع ولسيما في محافظتي غزة والشمال على حافة مجاعة في ظل شحن شديد لإمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة الفاو أكدت أن التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي في غزة وصل إلى مرحلة حادة خاصة في شمال القطاع الذي يشهد مجاعة تحققت غالبية شواهدها وقالت الفاو إن انهيار سلاسل القيمة الغذائية الزراعية أدى إلى التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي ليصل إلى مرحلة حادة أدت إلى ظهور حالات وفايات عديدة نتيجة للسوء ونادام التغذية وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن قوات الاحتلال تقتل حوالي أربعة أطفال كل ساعة في قطاع غزة وإن نحو 45 ألف طفل يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي موضحا بأن الأطفال يشكلون أربعة وأربعين بالمئة من إجمال عدد الشهداء في غزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف